نحن إن شاء الله سنعمل بكل جد و بكل صدق و بكل إخلاص على الجلوس معا لإيجاد الحلول بطريقة فيها كثير من الصراحة و كثير من الشفافية ربما أكثر صراحة و أكثر شفافية لأنه نحب اليوم أبناء شعبنا على مختلف مشاربهم يكونوا واعين بالوضعية الحقيقية للبلاد اليوم اللي هي تطلب أنه لكلنا مبعضنا نساهم في إنقاذ بلادنا على خاطر تونس تستحق اليوم أن لكلنا مبعضنا نفهمه اللي يراه وصلنا النقطة نجمه وقوله عليها دقيقة جداً وهذا يتطلب مننا اليوم نجد الحلول اللي عنا مد نفكره فيها لأسباب مختلفة فماش مجال اليوم مش نأتي على ذكرها لم يتم السير قدماً في هذه الحلول اللي نحب نقوله إلي الحلول هذي رأوا لن تكون بطريقة مستة وإنما ستكون بطريقة تشاركية فيها حوار جدي حوار يكون على أسس علمية والقينة من المخيين في الاتحاد المقدرة كبيرة وإلمامة كبيرة وشامل بجميع الملفات ونحن متأكدين لهم بشكونوا قوة اقتراح وقوة إيجاد الحلول وإن شاء الله الرسالة ستكون إيجابية لتونس في الداخل ولتونس في الخارج اشتركوا في القناة